حالين والكتاب المبين إنا جعلناه برآنا عربيا لبعلكم تعذرون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مصرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كان به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم برشهم ومضارثهم الأقولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدأ وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة بيتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفوق والأنعام ما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استغيتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا لهم قررين وإنا إلى ربنا لهم قلبون وجعلوا لهم من عباده جزء إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يخلق بناتهم وأصفاكم بالمنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمان مثلا ضل وجهه مصودا وهو كظيم أو من ينشتغ في الحلية وهو في الخصاب ويرمين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلاثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك بالعلم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم مستنسقون بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون وكذلك ما أرسلنا من قبله فهم مرتدون وكذلك ما أرسلنا من قبله فهم مرتدون قال ولو جدتكم بأفنان ما وجدتم عليه آماكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتطرنا منهم فهم كيف كان عاببة المكذبين وإذ قال إباهي لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عدمه لعلهم يرجعون بل مدعتها ألاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا ما نباسر وإنا بي كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الضريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمة لبيوتهم سخفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أكوابا وسورا عليها يتكذون وزخفا وإنهم ضع ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نطيض له شيطانا فهو له غريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس الغريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع صم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما ننهمن بك فإنا منهم ننتقنون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدعون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكسون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه ملائكة مقترلين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفوا ننتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولون شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله أرض ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعون الأخ الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتها وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خاردون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أدرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى وأسرنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون لئن شكرا